بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدنا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم ثم ما بعد نبدأ الليلة مشيت الله في قصة الصحابي الجليل عمر بن الجموح رضي الله عنه عمر بن الجموح رضي الله عنه عمر بن الجموح هو شيخ عزم على أن يطأ بعرجته الجنة شيخ عزم على أن يطأ بعرجته الجنة يعني كان رجل أعرج ومع ذلك عزم ونوى وقصد أن يدخل الجنة كيف هذا؟ رجل يعزم على أن يدخل الجنة ينوي أن يدخل الجنة نعم هو رجل أراد أن يدخل الجنة وكان صادقا فيما طلب ولذلك نال ما أراد وحقق الله سبحانه وتعالى له هذه الأمنية السامية وشاهد له النبي صلى الله عليه وسلم أنه من أهل الجنة عمر بن الجموح رضي الله عنه كان سيد من سادات يثرب كان سيد من سادات المدينة قبل مجيء الإسلام وقبل فتح الإسلام لها وعندما وصل مصر بن عمير رضي الله عنه إلى المدينة كان لعمر بن الجموح رضي الله عنه موقف من هذا الداعية الشاب الذي وصل إلى هذه المدينة فهو كان له إله يعبد وصنم يسجد له ويتقرب إليه ويذبح له ويفعل عنده كل شيء وكان سيد مطاع كما ذكرنا ولذلك عندما أتى مصر بن عمير يدعو إلى الإسلام كان لابد أن يكون له مرجع فراجع إلى آلهته ليسألها ويستفتيها ويستشيرها ويأخذ بأمرها ويصدر عن هذا الأمر لكنه لم يجد رض من هذه الآلهة لأنها كما تعلمون صماء لا تسمع ولا تفقه شيء وحينئذ توجه بعض أبنائه إليه حتى يدعوه إلى دين الله تبارك ودعالا ولكن كانت هذه الدعوة تحتاج إلى تدرج لأنه سيد مطاع وله كلمة وله هيبة وربما يبطش بهؤلاء الأبناء إذا تقربوا لدعوته إلى دين الله تبارك وتعالى بداية حاول مصعب بن عمير رضي الله عنه أن يتكلم معه وفعلا التقى به وقرأ عليه آيات القرآن فأعجب الرجل بها وانبهر بها وقال إن هذا شيء جميل جدا ولكن لابد أن نرجع للآلهة ولابد أن نسألها وحينما رجع للآلهة لم يجد إجابة على سؤاله فلم يأخذ ردا ولم يأخذ قرارا في هذا الأمر العظيم لكنه بعد ذلك أراد أن يحجب أبناءه عن هذا الداعية الشاب ويمنعهم عن هذا الداعية الشاب فوجه تعليماته المشددة إلى زوجته أن تمنع الأبناء من الالتقاء بمصعب بن عمير رضي الله عنه ولكن قد نفد السهم كيف قد التقى الأبناء بمصعب بن عمير وأسلموا على يد مصعب بن عمير رضي الله عنه بل وزوجاته كذلك كانت وقتا إذ قد أسلمت يعني هو بيكلمه هي إيه؟ وهي مسلمة يعني الموضوع قد انتهى فقال وحذرها أن يقرب هؤلاء الشذاب إلى مصعب أو يسمعوا له أن يتكلموا فقالت له ما بك لو سمعت لأحد أبناءك اسمع فالرجل اللي تخض قال أوقت صبق ابن معاذ فسمع أنه بس التقى بمصعب قال أوقت صبق فهي طبعا شفقت عليه ورحمة هذا الرجل قال أنا ليس شوية ما صبقش على حاجة طبعا هم ما كفرش لأسلم ودخل دين الله تبارك وتعالى فقالت كلا لم يصبق فسمع من ابنه فقرأ عليه آيات من القرآن قرأ عليه فتحة شيء أسير جدا كل يوم نقرأها خمس مرات ولا نتأثر بها ولا حول ولا قوة إلا بالله لكن معاذ ابن عمر ابن الجموح يقرأ سورة الفتحة على والده عمر ابن الجموح فيتأثر الرجل بها تأثر عجيب ويقول أو كل كلامه كهذا كل كلام يتكلم به مصعب زي الكلام ده جميل بهذه الطريقة قال نعم وأجمل من ذلك ده فيه كلام جميل كمان فقال له إذن يعني أستشير مناه مناه هذه كانت الصنم الذي يعبده يقال أنه كان اسمه مناه أو مناف دي أو دي مش مشكلة المهم أنه هو صنم من حجر أو صنم من خشب فقال له حتى أستشير مناه فطبعا معاذ يعني يريد أن يدفعه إلى الإسلام دفعا فقال له وماذا تفعل مناه إنها لا تسمع إنها لا تدرك شيء إنها خشب طبعا رجل تنرفس خشب إزادة الإله تقول عليه خشب فغضب وقال له قلت لم أخذ قرارا حتى أرجع إلى مناه خلاص الموضوع انتهي في الحوار مش هنتكلم غلما نرجع لمناه وفعلا رجع لمناه طبعا قعد يقول لها أنت عارفة الناس دول جايين علشان خطرك ما لهمش هدف غيرك عايزين يضيعوك بيقولوا نكفر بك ها عندك رد وانجاي معلق السف رابطها وسابها ومشي طبعا رجع للاق السف ولا لقاها لرجع السف ولا لقاها وكان هناك خطة قام بيها معاذ ابنه وأخوه خلاد ومعاذ ابن جبل أيضا كان ترب لهم قرين لهم صديق لهم في نفس سنهم خطة أمو بيها هم التلاتة علشان يدفعوا الوالد إلى الإسلام وإلى الدخول في دين الله تبارك وتعالى فعلا بعد منفض هذه الخطة كان من الرجل أن فكر وأدرك أن هذا الذي يعبده صنم لا يضر ولا ينفع فأسلم ودخل في دين الله تبارك وتعالى وبعدما أشرق قلبه وأنار الإيمان صدره استهل بوجه النبي صلى الله عليه وسلم واقترب منه ولا زمى وجلس بين يديه صلى الله عليه وسلم يتعلم منه ويتربى بين يديه وقد كبر سنه ستين سنة تخيل بعد ستين سنة يدخل في دين الله تبارك وتعالى يعني ستين سنة معرض عن ربه تبارك وتعالى الناس كلها بتقبل وهو المدبر الناس كلها قد تشربت وتشبعت بما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم وهذا ماذا حتى الآن معرض بعد ستين سنة فضل إن العمر إذا كان ستين سنة وللسلم يسلم بعد لكن قضاء الله عز وجل كله خيرا شاء الله سبحانه وتعالى أن يقدر لهذا الرجل أن يدخل في دين الله قبل موته ستين سنة فدخل في الدين واستفاد ويعني انتعش قلبه وفؤاده بما يسمعه من آيات القرآن وكلام النبي صلى الله عليه وسلم وهبت الحروب وكان لابد أن يدخل الحرب ويقاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يسمع آيات تشوق وترفع الهمم نحو دخول الجنة فأراد أن يدخل الحرب وكانت غزوة بدر فمنعه الأبناء من دخول الحرب لماذا منعوه؟ لأنه أعرج لأنه أعرج وربنا عز وجل بيّن لنا أنه ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج هؤلاء معذورين ليس عليهم حرج يعني لا أتب عليهم لا وزر عليهم إن تخلف عن الحرب فهم أصحاب أعذار فالأبناء كانوا يرون في والدهم عرجة شديدة كان شديد العرج يعني لا يستطيع أن يمشي على رجله بسهولة وهذا معناه أنه يكون صيد سمين للعدو عندما يجدون رجل لا يحسن المشي فإنهم يصطادونه بسرعة ولذلك منعوه الأبناء في غزوة بدر أن يدخل وكان ذلك فعلا لكن عندما جاءت غزوة أحد عزم عليهم أن يدخل فأصروا أن لا يدخل فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبره أنه معذور وليس عليه عطب في أن يمكث ولا حرج في ذلك لكنه أراد أن يدخل الحرب فطلب النبي صلى الله عليه وسلم من أبنائه أن يأذنوا له بذلك فتركوه يدخل معهم الحرب وكان خلاد ابن يسير دائما خلفه ودارت المعركة وفي خضام المعارك سقط الوالد في هذه المعركة شهيدا وسقط بعده ابن خلاد بدقائق يعني ذلك أخذ سيفنا وقتل والثاني وراه مباشرة فقتل اثنين في هذه المعركة العظيمة ثم بعد ذلك بعدما انتهت هذه المعركة مر النبي صلى الله عليه وسلم على جثة أصحابه ورأى جثة عمر بن الجموح فشهد النبي صلى الله عليه وسلم له أنه كأنه يراه يمشي برجليه صحيحتين سليمتين في الجنة فشهد له النبي عليه الصلاة والسلام بالجنة زوجته هند أتت حتى تحمل جثمان زوجها وجثمان ابنها وجثمان أخوها كذلك فقد ماتوا الثلاثة في هذه المعركة أتت بجمل حتى تحمل هذه الجثامين الثلاثة ولكنها بعدما حملت عليها الجثث وتحركت بهم قابلت عائشة رجل الله عنها فقالت لها كيف الأمر فقالت أما الرسول صلى الله عليه وسلم فسالم صحيح سالم ليس فيه ضرر وهذا أهم شيء وكل مصيبة بعده جلل أي مصيبة بعد كده هينا سهلة أهم حاجة أن الرسول عليه الصلاة والسلام ينجو من القاتل قالت واختر الله عز وجل من المؤمنين شهداء شوف كلامها واختر الله عز وجل من المؤمنين شهداء يعني فينا اسماته في الحرب بضية فثم أراد أن تستكمل المسيرة إلى المدينة لكن الجمل لم يتحرك فأدارت وجهه نحو ساحة المعركة فانطلق مرة ثانية كيف معركة انتهت فانطلق مرة ثانية حتى وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بأرض أحد فحكت له شأن الجمل كلما وجهته نحو المدينة يتعثر ولا يريد أن يمشي وإذا وجهته نحو ساحة المعركة فإنه يندفع فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لها إنها مأمورة هذه النعقة مأمورة وأمر النبي عليه وسلم أن تنزل هذه الجثث وأن تدفن في أرض المعركة مع من ماتوا في هذه المعركة عمر بن الجموح رضي الله عنه كان من الأناس الذين بدلوا على كبر بدلوا على كبر هؤلاء مع أنهم كبار في السن مع أنهم مرضى رجل شديد العرق وجسمه ضعيف ومع ذلك لم يمنعه ضعف بدنه ولم تمنعه عرجته من أن يعمل في سبيل الله بل ويسعى في نيل الشهادة التي هي أعظم ما يرجوه العبد انظر رجل في مثل هذه الحال ضعيف البنيان كبير السن عنده عرض شديد ومع ذلك لم يجلس في بيته ولم يرضى بالراحة ولم يركن إليها لكنه أصر أن يدخل الجنة بل ويريد أن يطع الجنة بعرجته وكأنه سيدخل الجنة أعرج هل يمكن أن يدخل الجنة أعرج؟ هذا يدخل الجنة صحيح سليم معافة ليس فيه عرج ليس فيه عور ليس فيه أي آفة أي واحد يدخل الجنة سليم سليم صحيح مئة في المئة ولكنه كان يتمنى أن يدخل الجنة حتى ولو كان أعرج مش مشكلة بس هو من هو يصل إلى الجنة كانت هذه أمنيته ولذلك سعى لها رضي الله عنه سعيا عظيما عمر بن الجموح رضي الله عنه شيخ عزم على أن يطأ بعرجته الجنة عمر بن الجموح زعيم من زعماء يترب وفي الجاهلية وسيد بني سلمة المسول وواحد من أجواد المدينة واحد من أجواد المدينة يعني كريم جدا من الذين ينفقون وعندهم صخاء في بذلهم وإنفاقهم من زيه في الجاهلية مشهور قوي أيها نعم حاتم الطائق كان مشهور بجوده كان مشهور بجوده وكذلك أيضا عمر بن الجموح رضي الله عنه كان رجل مشهور بجوده حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم في مرة بيسأل بني سامة من سيدكم من الكبير السيد القائد فيكم فقالوا سيدنا الجد بن قيس الجد بن قيس على بخل فيه هو سيدنا أيوان ورئيسنا أيوان لكن دخيل دخيل شوية ماسك عليهم شوية مش عايز تطلعهم عن عنق الزجاجة دخيل أوي عليهم فقال صلى الله عليه وسلم وأي داء أدوى من البخر فيه داء أشد من البخر البخر داء غليز داء شديد داء مرض يجب أن يتخلص العبد منه قال وأي داء أدوى من البخر بل سيدكم الجعد الأبيض عمر بن الجموح هذا الرجل الشيخ الكبير صاحب الشعر الأبيض عمر بن الجموح هو داء سيدكم لماذا؟ لأنه كان مشهور بالقرم والبذل والعطاء في جاهليته وفي إسلامه فبعد إسلامه رضي الله عنه جاد بأغلى ما يجود به العبد جاد بروحه روحه واحد أعرف أنه أعرج ويدخل الحرب يقتل ومع ذلك يجود بروحه ويدخل الحرب حتى يقتل في سبيل الله تبارك وتعالى فهو واحد من أجواب المدينة وذوي المرؤات فيها وكان في الجاهلية في ناس عندهم مرؤة مع أنها كانت جاهلية وكانت تعابلت أوثان لكن كان في ناس عندهم مرؤة عندهم شهامة ولكن في مثل هذه العصور تجد أن المرؤة قلت بل في بعض المجتمعات المرؤات تقل وتلعدم تلعدم لا تجد أحد عنده مرؤة يجد مثلا فتاة ممكن تغتصف في وصف الطريق وهو لا يتحرك له سك قل أنا ماني أنا ماني هو حر وهي حرة وهم تراموا حرين خلاص في وصف الطريق أين المرؤة أين النخوة أين الرجولة أين الشهامة واحد يستغيث ادركوني لحاوني يعني لحاوني بتسرئ واحد مثبته بمطر يقول لك عما خفنا الرابل وحد يموتني أين الشجاعة والمرؤة كانوا في جاهلية لكن كان عندهم مرؤة إذا سمعوا رجل يستغيث كانوا يغيثوه كانوا يغيثوه بل إن قريش عندما جلست واتفقت مع بعضها على نصرة المظلوم هذا الحلف كم من أفضل ما شهده النبي صلى الله عليه وسلم حلف لنصرة المظلوم تخيل في جاهلية عبرة الأوثان يجتمعون حتى يتفقوا على نصرة المظلوم يرفعوا العبء عن هؤلاء الذين كبلتهم القيود وضعفوا أمام هؤلاء الطغاء فينصرون الضعيف ويردون له الحق من الظلم أو من القوي فكان من أصحاب المرؤات وقد كان من شأن الأشرف وقت إذ كم نعليتهم يعني في الجاهلية أن يتخذ كل واحد منهم صنماً لنفسه في بيته ليتبرك به عند الغدو والرواح وليذبح له في المواسم وليلجأ إليه في الملمات كان من عادة الجاهلية أنهم أول حاجة يتخذ الرجل لنفسه صالماً يعبده الخصوصية عايز يبقى دايماً متميز جاهلية عايز يبقى دايماً متميز عن ناس فوق الناس بأي طريقة بيعبده أصنام هو عايز صنام مخصوص على شانه بيعبده آلهة متفرقة هو عايز إله بمزاجه ينقيه ويختاره ويعبده زي ما هو عايز محدش يعبده غيره تخصص يعني يريد أن يحصل على درجة من الميزة في هذه العلاقات حتى العلاقات الكافرة البائرة أنهم يعبدوا أصنام وأوثان أيضاً يريد أن يكون له تميز على أنثاله وأقرانه عايز صنام مخصوص يعبده كذلك أيضاً أهل الجاهلية في كل عصر يريد أن يكون لهم ما يميزهم عن غيرهم تجد أهل الباطل دايماً فيه باطل معين بيميزهم أهل الطغيان فيه طغيان معين بيميزهم كل طاغي في مكان له مظهر معين من مظاهر الطغيان دا في المكان الفلاني بيعمل كذا وكذا دا في المكان الفلاني بيعمل كذا وكذا وكأنه بيتميز بهذا الطغيان بهذه الصورة من العتو في الأرض فكان من عادتهم أن يتخذ كل واحد لنفسه في بيته صنماً يعبده ليتبرك به في الغدو والرواح يتبرك يعني يطلب البركة عز الخير والبركة عم عليه وليذبح له في المواسم وليذبح له في المواسم طبعاً لا يجوز الذبح لغير الله عز وجل النبي عليه الصلاة والسلام قال لعن الله من ذبح لغير الله لعن الله من ذبح لغير الله هذا ملعون هذا ملعون من ذبح لغير الله تيجي مثلاً واحد عند المرسي ولا البادو يقول لك بس ابني ينجح واتبح لك ذوك تولد واتبح لك من ذبح لغير الله فقد أشرك والنبي عليه السلام يقول لعن الله من ذبح لغير الله أو على اسم غير اسم الله تبارك وتعالى فكانوا يذبحون لهذه الأصنام في المواسم ويلجأ إليها في الملمات يلجأ إليها في الملمات ألبه متعلّب بالصنم ألبه متعلّب بالصنم يحصل مصيبة يعمله يجري على الصنم يسجد تحت الصنم ويفضل يتكلم ويقول ويستامل الصنم يرد عليه ومسكين مش هيلقي حاجة ويفضل يحلم بقى يقول لك لا ده أنا هنام وهيجيلي الوحي هيقول لي لا ده أنا هنام وهيحلم باللي هيقوله الصنم ويفضل يمني نفسه وما فيش رض يجيله فيش رض يجيله ويعيش في ضلال ولا عياذه بالله يفضل كذلك فهنا يقول ويلجأ إليه في الملمات انت كمسد عندما تصيبك مصيبة أزمة كارثة ملمة من الملمات إلى من تتوجه إلى الله سبحانه وتعالى العبد المؤمن قلبه دائما متعلق بربه سبحانه وتعالى ألبك لابد أن يكون متعلق بربك عز وجل في كل شأنك في السراء والدراء ألبك معلق بربك عايز تطلب من الله تطلب من ربنا في النعمة وفي المصيبة في الفرج وفي الكرب في الهم والغم وفي الفرح تتوجه إلى الله سبحانه وتعالى فشأنك كله بيد الله سبحانه وتعالى لكنهم كانوا يلجأون إلى غير الله عز وجل ويعلقون آملهم بهذه الأصنام وبهذه الأحجار لابد أن يكون عندك أنت صدق توجه لله سبحانه وتعالى تكون صادق فعلا في توجهك إلى الله سبحانه وتعالى صادق في طلبك من الله سبحانه وتعالى حتى تجد ما تحب وما تطلق وكان صلم عمر بن الجموح يدعى مناه يدعى مناه أو زي ما قلنا مناف وقال اتخذه من نفيس الخشب اتخذه من نفيس الخشب يعني أنواع من أنواع الخشب محترمة وقام جاي عمل منه صلم يعبده تخيل كده أن الواحد بينق إلهه تروح كده على عند النجار تلاقي لوح خشب الأصلي كان لوح خشب فتم جاي واخده تحطه تحت الفارة وتفضل تعمل به بالفارة تندخله المنشار تفضل تنشر به تندخله على النحات يبدل ينحط ويكسر وتدخله على كده يتورنش ويزيت ويزبط وبعد كده تحطه وتسجدله ايه المخاخ دي ايه المخاخ دي سبحان الله وكان سيد قومه وكان واحد من العوامل الناس كان عمل ايه لما كبير اللي فيهم بيعمل كده هم للصوائر رح يعملوا ايه دي أزمة ده هو اللي كان بنائل خشب بنفسه يعني مش كان بيجيله من بره هو اللي بنائل نفسه يعني مهدش بيضحك عليه ده هو اللي بنائل خشب بنفسه ولذلك كان احدهم يصنع صنمه من العجوة فاذا جعا اكله يقولك اهو في منفعة يعمل الصنم العجوة يجي يروح يشتري شوية عجوة حلولين كده هوتو يطلع البزر منهم ويفضل يعمل صنم وخلاص الصنم ده يفضل يعبد فيه طول ما ايه طول ما فيه اكل وشرب طب جاع خلاص لا صنم ولا اله ولا حاجة اقلب الاله ده ويبدأ يأكله على طول خلاص انتهت القضية اهم حاجة هو عيش اهم حاجة هو يأكل ولذلك كانوا يفعلون هذا هذه اشياء كلها مزيفة مزورة كان دايما يعني يضع عليه العطف ويحلي رائحته لان اهل الباطل دائما اصحاب مبادئ ومفاهيم خبيثة تحتاج ان توضع في صورة وفي قالب جيد مقبول لكن هي في الاصل خبيثة تجد مثلا بعض الناس يدعو الناس الى ان يعيشوا متحررين بلا اديان لك يخلي دينك في قلبك خلي الدين في الجامع هو واحد يبني في الجوامع رح صلي في الجامع والعزي صلي في الكنيسة يروح يصلي في الكنيسة بس كل واحد المهم يصلي في قلبه هيفتح جامع جوه قلبه صلي في قلبك بلاش تبدي مظاهر الاسلام ايه ده يقولك دي عمانية انت تعيش كالوقت متحرر ومتمدين ويزينها ويزخرفها والتطور هو ده العطر اللي بيحطوه على الصنم هو ده العطر اللي بيزينه بالاصنام ويحل بيه مشكلها وريحتها لكنها في الحقيقة فوانين خبيثة ومفاهيم خبيثة يجب علينا ان نزيلها تماما ان نضطرها من واقعنا هذه الاصنام لابد ان تحطم هذه الاصنام لابد ان تكسر هذه الاصنام لابد ان تزول من قلوب عابديها هذه الاصنام لا يبغي ان تنشر وان يعبدها الناس ولكن الناس لابد ان تتحرر من هذه المفاهيم والقيم والمبادئ المخالفة لدين الله تبارك وتعالى كل دين غير دين الله عز وجل باطل سواء كالنصرانية او علمانية او ديمقراطية او اشتراكية او لبرالية او رأس مالية كل لباطل هذه اديان باطلة يعبدها الناس من دون الله سبحانه وتعالى نظم وقوانين ومناهك حياة ودساتير يضعونها بانفسهم كما اختار عمر من الجموح لوح الخشب ليجعله صنما وإلها يعبده هو اللي حضرت القانون بمزاجه ولذلك انت احيانا تعيش في دولة الاقانون وقت ما يحب يعمل قانون يعمله يشتري لوح خشب ويفصل كيش مشكلة ابدا دولة الاصنام احيانا في اماكن كثيرة تجد الناس تعيش في وثنية تعيش في معابد متحركة كل شوية الطوالين جديدة واصنام جديدة والناس تعبدها من دون الله وتمشي وراها وتتخذها منهاج لها في حياتها هذا كل باطل فكل دين غير دين الله عز وجل باطل في الدنيا وباطل في الاخرة لابد ان نتحرر نحن من عبودية هذه الاشياء ولابد كذلك ان نقوم بواجب تعبيد الخلق لله سبحانه وتعالى وعلينا دور عظيم ان نحطم تلك الاصنام في قلوب من يعبدونها وان نجعل تلك الاصنام تدخل في قلوب اناس اخرين طاهرين ما زالوا على الفطرة لم يتدنسوا بهذه الارجاز ولا بهذه الاوثان يجب علينا ان نحمي الناس من دخول هذه المفاهيم وهذه الافكار الى قلوبهم اوثان تعبد من دون الله تبارك وتعالى يختارها عابدوها ويصنعها بايديهم بايديهم يصنعونها ثم يحملون الناس على عبادة تلك الاصنام هذه القوانين وكأنها منزلة هذه القوانين وكأنها آلهة تعبد لا هذا كل باطل يجب ازالته وكان الرعيل الاول يعي جيدا حقيقة هذه الاصنام ولذلك لم يبدأ الرعيل الاول بتحطيم تلك الاصنام وهي قوانب حجارة ولكن حرص الرعيل الاول على تحطيم تلك الاصنام في قلوب عابديها الاول الصنم يتحطم جواك لما الصنم يتحطم جواك سهل جدا تزق الصنم اللي على الحيطة ده يقع سهل جدا لكن لو لم يتحطم الصنم الذي بقلبك لا يمكن ان تتحطم تلك الاصنام المرفوعة وقالوا اعلو هبل اعلو هبل يعني فليعلو ويظهر دين هبل هذه الالهة المزعومة بل الله اعلى الله اعظم الله اجل دين الله عز وجل اعلى من هذه الاديان كلها هؤلاء وضعوا تلك الالهة الباطلة بل وكان شديد الاصراف في رعايته مش يحط القوارين بس مش يصنع الالهة بس لا ويرعاها ويرعاها بكل ما يمكن رعايته بجميع وسائل المقروعة والمسموعة والمرئية وجميع المؤثرات التي تعمل على رعاية وحماية تلك الاصنام كان يرعاها يقول وكان شديد الاصراف في رعايته والعناية به وتضميخه بنفائص العطور بنفائص الطيب كان طيب ويعطره عايز يغير رحته الخبيثة عايز يغير شكله الغير مقبول القذر يحاول أن يغير هذه الأشياء حتى يضحك على البسطاء حتى يضحك على هؤلاء الصجر الذين لا يعرفون شيء في دين الله عز وجل يضحك عليهم فيزين ويزخرف هذا الباطل وهذا الشأن أهل الباطل دائما يزخرفون باطلهم يقول وكان شديد الاصراف في رعايته والعناية به وتضميخه بنفائص الطيب كان عمر بن الجموح رضي الله عنه قد جاوز ستين من عمره كان لسه أسلمش كان ستين من عمره قد جاوز العمر حين بدأت أشعة الإيمان تغمر بيوت يثرب بيتا فبيتا على يد المبشر الأول مصعب ابن عمير رضي الله عنه كان عنده كم سنة؟ ستين سنة يقول ما كان عنده كان عمر بن الجموح رضي الله عنه قد جاوز الستين عاما حين بدأت أشعة الإيمان تغمر بيوت يثرب بيتا فبيتا انظر بيتا فبيتا بيت بيت خطوة خطوة واحد واحد ما فيش تصرق ما فيش عجلة ولكن الأمر يسير برفق بتريث خطوة خطوة أهم شيء أن الأهداف واضح ماذا يريد مصاب رضي الله عنه هدفه واضح ماذا يريد مصاب تحطيم الأصنام مصاب أتى لتحطيم الأصنام ولكن أي أصنام تلك التي في القلوب هي التي أراد أن يحطمها مصاب دي الأولانية هو ده الهدف الأساسي اللي جاي له مصاب أن يحطم الأصنام اللي جوه القلب الهوى حب الرياسة حب الشهرة عبادة الأصنام الغرور العجب الكبري تلك الأمراض أراد مصاب أن يحطم تلك الأصنام في القلوب أولا الهدف واضح ومحدد تحديدا تاما ثم إن مصاب وضع الخطة للوصول إلى تلك الأهداف ولكنه لم يمشي للوصول لتلك الأهداف ضفعة واحدة ولكنه صار إليها هدفا هدفا بيتا بيتا خطوة خطوة يعني مصاب مش مستعجل مصاب يعرف أن الأمر صعب وأن القضية كبيرة وأن الأمر يحتاج إلى بزل جهد ووقت وعناء ومشقة ولذلك يمشي رويدا يمشي رويدا لا يتعجل إن المنبتة لا أرضا قطعة ولا ظهرا أبقى لكن مصاب يمشي رويدا حتى يصل الإيمان إلى هذه البيوت بيتا بيتا بيت بيت لم يفارق مصاب بيت إلا ودخل فيه الإسلام ما أصبر مصعب رضي الله عنه كان صبر عظيم حينما ذهب وانتظر حتى يدخل إلى بيت بيت ويخاطب أهله ويجلس إليهم ويحاورهم ويأخذ منهم مش ممكن يطلع من البيت إلا وقد جذب أحدهم أو كلهم أو بعضهم إلى دين الله تبارك وتعالى ما ترك بيت في المدينة إلا ودخله مصعب رضي الله عنه ذلك الداعية الشاب المبشر الأول الذي وصل إلى المدينة وكان عمره لا يتجاوذ الثامنة والعشرين من عمره مصر بن عمير يوم مراحل مدينة كان عمره تقريبا ثمانية وعشرين سنة ثمانية وعشرين سنة يعني شاب زي أي شاب فينا كدوه ثمانية وعشرين سنة تخيل كده في شاب عمره ثمانية وعشرين سنة يستطيع أن يقوم بدعوة عظيمة عريضة كبيرة كهذه الدعوة يتحمل مسؤولي الدين بأكمله يقوم بمهمة الأنبياء في هذا المكان ممكن؟ ونحن عنده ثمانية وعشرين سنة ممكن يعمل كده؟ مصر بن عمير كان ترازا وكان نموزجا فريدا مصر بن عمير رضي الله عنه متهر يثرب بالقرآن مصر بن عمير رضي الله عنه مبراس الدعاء جبل الرحمات والبركات مصر بن عمير الشاب ده جبل من الرحمات والبركات والعطايا والنور رضي الله عنه غمر شباب المذيلة بهذا النور وبهذا الإيمان الذي تأثر به مصعب رضي الله عنه من النبي صلى الله عليه وسلم مصعب تنغرت شباب وفتيان قريش وقتئذ وكان أوفاهم شبابا وبهاءا يعني كم من أجملهم وكم من أغناهم وكما ذكرنا قبل ذلك أن مصعب بن عمير كان يضع من العتور ما إذا مر يعرف المار بعده أن مصعب قد مر من هنا من قوة العتر يوه بيحطه وجماله وبهاءه لما كان يحط العتر قبل الإسلام وكان في مكة يحط العتر ويعدي بس من مكان كده بعدها بمدة حد يعدي من نفس المكان يقول مصعب عد من هنا مصعب عد من هنا كان منعام رضي الله عنهم ولكنه حينما أسلم تغير وضعه تماما تقدم حين نادت المغارم حين كانت الحروب كانت الشدة كانت الأزمات كانت الأمور شديدة عصيبة كروب هو كان من المتقدمين رضي الله عنه لم يتقدم وقت الرخاء ولكنه ظهر وتقدم وصار إلى الله تبارك وتعالى وقت الشدة وقت الشدة حينما كان النبي عليه السلام في شدة وكرب والصحابة يعذبون ويضطهدون ويحصرون أسلم مصعب رضي الله عنهم لم يسلموا الأمور مفتحة جميلة مرشوشة بالظهور والورود لا بل أسلم والحال على أصعب ما يكون فكان إسلام مصعب رضي الله عنه تقدم حين نادت المغارم ورحل إلى ربه قبل مجيء المغانم مات ومشفش أي مغنم ما خدش حاجة هو دوت اللي صدق وغيره طبعاً كانوا صادقين لكنه أصحابه يغبطوه إنه هو بذل وما خدش حاجة ما خدش حاجة من الدنيا كل حسابه في الأخرة كل حسابه في الأخرة لكن كثير من أصحابه بذلوا فعلاً وصادقين فعلاً وخدوا في الدنيا خايفين لحسن يقل شوية عطاءهم في الأخرة لكن ربنا عز وجل كريم الله عز وجل كريم جداً جداً فلا يخاف ولا يحزني مصع بن عمير رضي الله عنه شاب يقود ويسير جبال الإيمان في هدوء وقوة مصع بن عمير يسير جبال الإيمان في هدوء وقوة انظر شاب رظيم هادئ قوي متمكن من دين الله تمارك وتعالى من رباه؟ النبي صلى الله عليه وسلم ده تربيت الرسول عليه الصلاة والسلام نحن لماذا نتكلم عن مصع رضي الله عنه والكلام عن عمر بن الجموح لأن مصع بن عمير ذلك المربي الذي تمكن بفضل الله وتوفيقه من تعبيد المدينة لله تبارك وتعالى وقاد وساد قلوب أهل المدينة إلى الله تبارك وتعالى كيف كان؟ كيف وصل إلى هذه الدرجة؟ وشاب عنده ثمانية وعشرين سنة ثمانية وعشرين سنة ويفعل هذا يقود هذه الجبال العظيمة حسبك أن يسلم على يديه رجل كأسيد بن حضير رضي الله عنه تتنزل الملائكة لسماع القرآن منه حسبه رضي الله عنه أن يسلم على يديه رجل كمعاذ رضي الله عنه معاذ بن جبل سعد بن معاذ رضي الله عنه الذي اهتز لموته عرش الرحمن تخيل واحد يسلم على يديه ناس كثير بس منهم اتنين واحد منهم تتنزل الملائكة لسماع قرآن يتلى بصوته واحد تاني يهتز لموته عرش الرحمن دول كلهم تلميذ مين؟ تلميذ مصعب تلميذ مصعب دور المربي خطير خطير النبي صلى الله عليه وسلم لم يرسل مصعب بمدافع ولا بارجات ولا طائرات ولا سواريخ ولا قلب العنقودية وإنما أرسل مصعب بالقرآن أرسل مصعب بالقرآن ففتح قلوب العباد وفتح البلاد مصعب نعميري كان رجل تربى في دار الأرقم ابن أبن أرقم رضي الله عنه دخل الدار وقد دخلها وهو منعم مطرف ولكنه حين دخل دار الأرقم ابن أبن أرقم كان يعلن للعالم بأسره أن السطار قد أسدل على هذا الشاب الفتى المدلل مصعب نعمير أسدل عليه السطار خلاص ما عدت فيه مصعب المدلل لكن أصحب فيه مصعب تاني الذي يتحمل المهام الذي يحمل هم الإسلام مجرد ما يدخل بس ويعدي عتب الدار الأرقم ابن أبن أبن أرقم تتغير الأحوال بعد ما كان الشاب المدلل الفتى فتى قريش الذي يفعل ويفعل أسدل السطار على هذه الصفحات الطويلة التي عاش فيها منعما وأصبح الآن شخصية جديدة رجل جديد رجل العصر الذي يكون سبب في تعبيد هؤلاء أهل المدينة بين يديه رضي الله عنه يمشي بكل ثقة في طريق الحق والخير إلى دار الأرقم ابن أبن أرقم مرت عليه سحائب الإيمان فغمرت قلبه مرت عليه سحائب الإيمان إيمان غمر قلبه تشرر بهذه المعاني الإيمانية فوضع رجله في الأرض وكانت رأسه تناطح الجوزاء رأسه عالية شامغة وهو شاب عنده ثمانية وعشرين سنة ثمانية وعشرين سنة بس يكون بهذا الإيمان القوي المتين حيث تربى على يد النبي صلى الله عليه وسلم مر النبي عليه الصلاة والسلام بمصعب بن عمير وهو في ساحة القتال كان يقاتل مصعب مصعب كان يقاتل لأن يكون رجل القرآن يجلس في المسجد لا رجل القرآن يعمل بالقرآن يعيش بالقرآن إن النصوص وحدها لا تفعل شيء حتى تكون نموذج يطبق في الحياة ناس كثيرة جدا ممكن تحفظ القرآن لكنها لا تعمل بشيء من القرآن ما قيمة هذا؟ له أجر وثباب على حفظه وتلاوته لكن ما هي قيمة العمل الذي يقوم به؟ لو أنك تحفظ كتاب ربك عز وجل وتعمل بما فيه لتغير الحال تماما تغيرت الأحوال تماما مر النبي صلى الله عليه رضي الله عنه كان يحمل الراية كان يحمل الراية فآتى إليه ابن قمئة الليثي فضرب يده التي كان يحمل بها اللواء كان يحمل اللواء بيدي اليمنى فجاء ابن قمئة الليثي وضرب يده رضي الله عنه بالسيف فبطرها فأخذ اللواء بيده اليسر تخيل واحد يضرب إيده إطاعها إطاعها يفصلها عن جسمه يخذ اللواء بيدي الشمال ويقول وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولُ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَا قَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ ويحمل اللواء بيده الشمال فيأتي إليه ابن قمئة ويضربه على يده اليسرى فيبطرها اللواء يوعى فيضم اللواء بين عضوضيه كده هم يضم كده هم فيأتي ابن قمئة ويضربه بالرمح فيقتله يقتله فيأتي رجل كمصعب ابن عمير يحمل اللواء يشبه مصعب ابن عمير ويحمل اللواء ويجري به والنبي صلى الله عليه وسلم في ساحة القتال يقول له يا مصعب تقدم لها مصعب فيلتفت للنبي ويقول أنا لست بمصعب فأدرك النبي صلى الله عليه وسلم أن ذلك ملك قد وكله الله عز وجل من مصعب حتى يأخذ هذه الراية منه ويحملها ولا تقع تلك الراية على الأرض مصعب ابن عمير يوم دفنة مر النبي عليه الصلاة والسلام على هذه الجثث الموجودة في الأرض وشهد النبي صلى الله عليه وسلم لهم أنهم ما من مكلوم يكلم في سبيل الله إلا ويبعث يوم القيامة جرحه ينزر اللون لون الدم والريح ريح المسك ثم يأمر النبي بدفن هؤلاء الأفراد اثنين وثلاثة في القبر الواحد وعندما يأتي على مصعب تسيل عينيه بالدموع صلى الله عليه وسلم أصحاب كثير دفنهم لكن عندما يأتي على مصعب هذا الرجل الجبل هذا الرجل العظيم هذا الرجل الذي يعمل في صمت هذا الرجل الذي يعمل لدين الله تبارك وتعالى يعرف النبي صلى الله عليه وسلم من مصعب ابن عمير فليسيل عين النبي صلى الله عليه وسلم بالدموع بل وليجدون ما يسترونه به إلا قطعة نميرا إذا ألقوها على وجهه بدت رجله وإذا ألقوها على رجله بدت وجهه حتى أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يغطوا بها وجهه وأن يتركوا رجله يضعون عليها شيء من الإذخر نبات له ورق عريض يضعونه عليه هذا مصعب ابن عمير الذي كان فتى مدلل في المدينة مصعب ابن عمير يدخل مرة على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يرتدي يرتدي ماذا يرتدي جلد كبش تخيل جلد كبش فاروة خروف مصعب ابن عمير يرتدي فاروة خروف لبسها على جسمه فينظر النبي أعصم إليه ويتذكر كيف كان هذا الفتى مدلل بين أبويه ولكنه ترك هذا كله حبا لله ورسوله حبا لله ورسوله هذا جيل رباه النبي صلى الله عليه وسلم فحق له أن ينال هذه الدرجات العظيمة العالية في الدنيا والآخرة يصدر التاريخ سيرته فلا تزال الكتب مملوء بهذه السيرة العطرة لأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم الذين رباهم فكانوا هذه النماذج الفريدة لم نرى في أي عالم من هذه العوالم أن رجلاً قد كان مثل أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم إذ لم يربي أي قائد جنده ولا أتباعه كما رب النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه فكم تحملوا من الأذى والبلاء ومع ذلك صبر وكانت عندهم شفقة ورحمة بأمتهم رغم العذاب الذي كانوا يأخذونه من هذه الأمم لكن كانت عندهم شفقة ورحمة مصعب بن عميد رضي الله عنه غمر قلوب يثرب وبيوت يثرب بيتاً بيتاً خطوة خطوة لم يتعجل كما ذكرنا أمام هدف يريد أن يعبد الناس لله ويدرك أن الأمر ليس بالسهل هذه قلوب ملؤها التواغيت ملؤها الأصنام يريد أن يحرر هذه القلوب من قيد الأصنام لابد مرحلة مرحلة وخطوة خطوة النفس الطويل في دعوة الناس الدعوة الفردية تدعو الناس لكلم هذا الوحد وكلم هذا الوحد يحلم البيوت يجلس إليهم يتحاور معهم حتى يخرج منهم بنتيجة وكان يصدر كلامه بكلام الله تبارك وتعالى دعوته كان أساسها وصلبها أنه يقرأ القرآن يقرأ القرآن عمر بن الجموح يقول كل كلامه كهذا جميل بهذه الطريقة حلو لهذه الدرجة ها لو أحلى كمان وأحلى لأنه يتكلم بالقرآن كلام الله تبارك وتعالى فالداعية لابد أن يتحصن بهذا الحصن العظيم كتاب الله سبحانه وتعالى يكسر دائما من استدلالاته بآيات الله تبارك وتعالى وأحديث النبي صلى الله عليه وسلم في إقناعه للناس وفي دعوته إلى دين الله تبارك وتعالى يقول فغمرت هذه البيوت بيتا بيتا على يد المبشر الأول مصعب ابن عمير رضي الله عنه فآمن على يديه أولاده الثلاثة أولاد مين؟ أولاد عمر بن الجموح أولاده الثلاثة وهم معوذ ومعاذ وخلاد معوذ ومعاذ وخلاد ومعوذ ومعاذ وخلاد هؤلاء الثلاثة أسلموا ومعهم صديقهم والترب لهم وهو معاذ بن جبل رضي الله عنهم وكان معهم أيضا عبد الله بن حرام أخو هند يعني أخو زولة عبر بن الجموح أيضا كان أسلم مع هذه المجموعة وكان صديق حميم لعمر بن الجموح وشهد عبد الله ومعاذ بن عمر بيعة العقبة عبد الله بن حرام ومعاذ أيضا معاذ بن عمر بن الجموح الاثنين شهدوا بيعة العقبة يعني راحوا وبيعوا النبي صلى الله عليه وسلم وفي هذه الليلة المباركة عاد عبد الله بن حرام وأصبح نقيبا قد عينه النبي صلى الله عليه وسلم نقيبا النبي صلى الله عليه وسلم كان معين مصر بن عمير أمير على المدينة قائد على هذه المدينة لكنه صلى الله عليه وسلم كان يعين نقباء لكل مكان لكل قبيلة كان يجعل لهم رجل يعلمهم ويعني يأخذ بأيديهم إلى الطريق ويرجعون إليه يعين لكل مجموعة قائد بحيث أن كل هؤلاء يرجعون إلى مثلا عبد الله وعبد الله بن حرام يرجع إلى مصعد نعمين فكان في ترتيب كذلك في العمل داخل المدينة لم تكن عملية عشوائية ولكن الأمر كان مرتب ومنظر بحيث أن الدعوة تتحرك بصورة منظمة بصورة جيدة فتؤتي نتاجها وتؤتي ثمارها ففي هذا اللقاء في بيعة العقبة نال عبد الله بن حرام هذه المنقبة العظيمة أن جعله النبي صلى الله عليه وسلم نقيبا على أهله وآمنت مع أبنائه الثلاثة أموهم هند بعد الثلاثة أموهم هند كمان آمنت وهو لا يعرف من أمر إيمانهم يعنبوهم مش عارف حاجة راجل قاعد مش عارف إنه دول أسلموا ولم أسلموش لكن الحاصل أنهم أسلموا ودخلوا في دين الله تبارك وتعالى رأت هند زوجته عمر بن الجموح أن يترب غلبة على أهلها الإسلام وأنه لم يبقى من السادة الأشراف أحد على الشرك سوى زوجها ونفر طليل معه وكانت تحبه وتجله وتشفف عليه من أن يموت على الكفر فيصير إلى النار فيصير إلى النار هذا المقطع يقول أن هند زوجة عمر بن الجموح أسلمت وإذن المرأة كانت تحب زوجها ولكنها رأت أن معظم المدينة أسلمت ما فضلت شيء بسجوها وبعض الأفراد وكان صعبان عليها أنه يموت وهو كافر صعبان عليها أنه يموت وهو كافر هذه نقطة مهمة جدا جزها كافر وهي مسلمة ومع ذلك كانت تخشى أن يموت على الكفر مثل استفيد من هذا الوقف نقولها تاني وعايز حد يقول لي بص وكانت تحبه وتجله وتشفق عليه من أن يموت على الكفر فيصير إلى النار جزء هذا هو تستفيد من النهي في حياتنا نستفيد من النهي كان بتحبه وتجله وكانت تشفق عليه أنه يموت على الكفر ويروح في النار استفيد من الجزء دا ايه صعبة قول إننا ندخل إخواتنا في الإسلام قريب قريب كويس بس عايزين أدق شوي دليلة مش ألينية مش عايزة تدخل لجنة لوحديها نجاة زوجها حرص الزوجة على نجاة زوجها كويس دا في مجال الأسرة جميل جدا أنت كداعي كداعي بصفة عامة بعيد عن الأسرة أنت كداعي بصفة عامة إيه اللي تعمله الآن دي تستشعر أو الجزء دا تستشعر منه إيه إحنا قولنا الزوجة بتكون حريصة على زوجها عايزانه الهداية الأخ حريصة على أخوه عايزه عايزه الهداية أنت كداعي لله عايز إيه المواد دا والرحمة إيه تاني بداية الدعوة بالأقربين الناشي كويس جدا إن هي عايزة تبدأ الدعوة بالأقربين خايفة على زوجها أنا عايز سفة عامة تحب للآخرين ما تحبه لنفسك إنقاذ الناس من النار مهمة جدا مهمة كل صادق إنقاذ الناس من النار مهمة كل صادق إنقاذ الناس من النار إنت ستكون تداعي صادق يبقى مهمتك فعلا إن تنقذ الناس من النار بس دا كافر يعني إنت عايز تدخل واحد مسلم الجنة ما هو إن شاء الله مسلم داخل الجنة نحن نتكلم على الكافر الكافر مع إنه كافر لكن إنت تكون حريص على إنه يدخل الجنة إزاي؟ مش هو على كفره لا إنك تدعوه إلى دين الله تبارك وتعالى إنك تكون حريص على دعوته تكون حريص على استقامته تكون حريص أن ينتقل من الكفر إلى الإيمان ودوت كان حرص الرسول عليه الصلاة والسلام تماما اسمع لهذا الحديث فعائشة رضي الله عنها بتحكي أو بتقول للنبي صلى الله عليه وسلم كان أشد من يوم أحد سأل عائشة بتحكي قعدة مع الرسول عليه الصلاة والسلام وبتقول له جاهلك يوم أشد من يوم أحد طبعا نحن عالفين يوم أحد كانوا شرق جدا ومع ذلك عائشة بتسأل رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم هل مر عليك يوم أشد من يوم أحد فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد لقيت من قومك أشد من يوم أحد يعني قومك آذوني أكثر من الأذية التي شفتها في يوم أحد يوم أحد كان أن يقتل النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد كسرت رباعية النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد شجع رأس النبي صلى الله عليه وسلم أذية عظيمة ومع ذلك عيشة تسأل رجل الله عنها في أشد من كده قال لها النبي صلى الله عليه وسلم لقد لقيت من قومك يعني ما لقيت من قومك كان أشد إيه اللي حصل؟ بيحكي لهم موقف وكان أشد ما لقيته منهم يوم العقبة إذ عرضت نفسي على ابن عبد يليل ابن عبد كلاب واحد من الكبار العظماء المعروفين في قريش عرض النبي عليه الصلاة والسلام عليه نفسه عرفه بالإسلام ودعاء إلى الإسلام فلم يجبني إلى ما أردت النبي دعاء إلى الإسلام وعرض على الإسلام فلم يجيبه لم يجيبه طيب أي مشكلة؟ النبي عليه الصلاة والسلام حزن جديد جدا منذ درجة الحزن يقول فلم يجبني إلى ما أردت فانطلقت وأنا مهموم على وجهي فانطلقت وأنا مهموم على وجهي فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب يقول فانطلقت وأنا مهموم على وجهي فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب يعني هناك فانطلقت وأنا مهموم على وجهي ماشي حتى طول على الإنساء أول ما سمع الكلام هو عرض الكلام على هذا الرجل ابن عبد ياليل عرض عليه الإسلام والإيمان فقال له كلام شديد غليظ ولم يجب النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي أصابه هم وغم سيطر على عقله وذهني حتى أنه صلى الله عليه وسلم كأنه لم يشعر بنفسه فصار في الاتجاه الذي يسيره فيه مطرح هو ماشي ماشي مش عارف هو راح فيه فلم يستفق إلا بقرن السعالة ما فأش النفسه ما انتبهش إلا هو بقرن السعالة يعني على رؤوس المنازل على رؤوس المنازل وده ميقات أهل النجدة اللي هم بيحلوهم منه على رؤوس المنازل مسافة طولة جدا أنه يحصل ماشي يفكر مهموم مجهول زهنه شارد مش حاسس هو ماشي فيه تخيل من شدة الهم إن الإنسان يسمع خبر أو يسمع أمر يشغله لدرجة أنه ماشي مش حاسس ومش عارف ومش راح فيه فلم أستفق إلا وأنا بقرن السعالة يقول فرفعت رأسي بص لا ايه يقول فرفعت رأسي فإذا بسحابة قد أضلتني السحابة فوقي فقد أضلتني فنظرت فإذا فيها جبريل السحابة اللي فوقي فيها مين جبريل في السحابة فلا يده فقال إن الله عز وجل قد سمع قول قومك لك جبريل عليه السحابة يواسي النبي صلى الله عليه وسلم يقول له يا محمد صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل قد سمع قول قومك لك ربك سمع ربنا عز وجل سمع كلام قومك لك ورد عليك وما رد عليك وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت لتأمره بما شئت أؤمر باللي أنت عايزه ملك الجبال انظر الله عز وجل يرسل إليه جبريل ومع جبريل ملك الجبال علشان النبسة ليؤمر بس من اللي هو عايزه تخيل لو إنك إنت داعي إلى الله وقومك آذوك وألولك كلام صعب وجديد وكذبوك وإنت مشيت هائم على وجهك هكذا ولم تستفق إلا بقرن السعالب ثم جاءك ما يقول لك اطلب ما تريد افعل ما تريد بقومك انت مهموم محزون مكروب هتقول له ضمارهم افنيهم مش كده لا تظر على الأرض من الكافرين ديارة خلص على كلهم ممكن تعمل كده لكن الداعي الرحيم النبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل هذا ملك الجبال يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له إن ربك سمع قول قومك لك وما رده عليك وقد أرسلني لتأمرني بما شئت فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله لم تدمرهمش لم تقتلهمش أرجو أن يخرج الله عز وجل من أصلابهم من يعبد الله ولم يأمر بتدميرهم ولا بقتلهم ولا بتعذيبهم انظر إلى رحمة النبي صلى الله عليه وسلم انظر إلى رحمة الداعي إلى الله عز وجل هذه المرأة لم تستفد إلا هذه الرحمة العظيمة من النبي صلى الله عليه وسلم حسبها أن تستفدها يعني لو ما استفدتش من معاشرتها ومعاملتها بالرسول عليه وسلم في سوائعات قليلة إلا هذا المعنى العظيم لكان هذا خير عظيم لها تستشعر الرحمة بالناس إن الناس دول معلومة عصاء ومضنبين لكن يجب عليك أن تمد إليهم اليد يد المعاونة إنك تعاونهم أنت ربنا عز وجل من معليك وهداك وأي واحد كان سبب في التزامك خذ بإيدك ودخلك الجامعة طب وللسه في الشارع من لهم من يأخذ بأيديهم من يدخلهم بيت الله عز وجل من يعاونهم من 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 غيرك لابد أن أنت تكون عندك رحمة عندك شفقة الناس مثلا تموت الناس تهلك الناس تكفر أنت ماذا فعلت؟ ماذا قدمت لدن الله عز وجل؟ ماذا قدمت لإنقاذ البشرية؟ لابد أن تكون لك دور وأي دور؟ دورا إيجابيا في هذه الحياة تبذل لدن الله تبارك وتعالى وأنت لا يمكن أن تكون ناجحا في حياتك إلا إذا كنت قرآنا يمشي على الأرض يجسد هذه المفاهيم والمعاني التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم تكون نموذج كمثل هذه النماذج الفريدة التي رباها النبي صلى الله عليه وسلم إذا نظرنا إلى مصعب نعمير ودوره في التربيع ودوره في دعوة الآخرين أدركنا خطورة العمل الطربوي وخطورة البناء الطربوي حينما نقف أمام النبي صلى الله عليه وسلم وقد سال تعينه بالدموع على مصعب بن عمير ندرك أن وجود المربين ندرة وأن الأمة عندما تفقد من يربي ويدعو ويقود فإنها قد فقدت شيئا عظيما فقدت شيئا عظيما لأننا لا نجد هذا المثلث متواجد متوازن في شخصية واحدة قل لما نجد رجل يقود ويدعو ويربي قل لما وإذا وجدناه فهو نادر عنصر نادر جدا ولذلك يحزن الرسول عليه السلام على فراقه وعلى فراق أمثاله الذين رباه من النبي صلى الله عليه وسلم بل انظر كيف كانت تربية النبي شاملة تربي الرجل حتى يكون قائدا في الحروب فيحسن القيادة داعي إلى الله فيحسن الدعوة مربي يربي ويؤسس ويخرج من تتنزل الملائكة لسماع قراءته يربي من إذا مات اهتز عرش الرحمن لموته أي تربية هذه إذا كان التلميذ بيربي كده ما بلك بالمربي الأول صلى الله عليه وسلم إذا كان دي صمرة التلميذ إذا كافة تكون صمرة المربي الأول أكيد كان هذا المنهج منهج قويم إذا هذا الدين وهذه الدعوة لابد أن نهتم فيها بقاضية التربية تربية الأجيال وأعداء الإسلام لا يقصدون إلا تفتيت هذا البنيان وعدم البناء أعداء الإسلام لا يريدون منك البناء إيش عايزينك تبني عايزين الناس كلها تسمع العلماء في التلفزيون أو في القنوات الفضائية وتتمتع بيهم وتبقى حاجة تمام وخلاص لكن فين التربية؟ فين التطبيق العملي في الحياة؟ فين المتابعة؟ فين؟ فين؟ كل ذوت مش موجود ومش مطلوب ومش مطلوب لأنك إذا ربيت فإنك سوف تكون من خير الأجيال ولذلك أعداء الإسلام يحاولون أن يبعدوا جانب التربية لا تتربى لو كانت القنوات الفضائية تبعد العلماء عن الناس في مساجدهم إذن افتحوا لهم القنوات الفضائية يبقى الشيخ في القنوات الفضائية مشغول بالتسجيل النهاردة وتسجيل بكرة وتسجيل بعد بكرة هيقعد مع الناس إمتى؟ ويكلمهم إمتى؟ ويخطبهم إمتى؟ دسكان المشايخ بيننا النهاردة ومش هافين يكلمهم في التلفونات؟ وارعفين نقبلهم نسألهم من كثرة ما عليهم من الضغوط والأعباء ما بالك بقى لما يطلعوا في القنوات الفضائية؟ هنقبلهم إمتى؟ ونكلمهم إمتى؟ سنفقد عنصر عظيم وهو عنصر التربية عنصر مباشرة والاحتكاك عنصر مفقود وإذا حدث إبعاد العلماء عن الساحة سيكون هذا مما يمثل فقد أعظم للمربي في واقع الناس الناس تحتاج إلى من يجلس وسطهم ويعلمهم ويؤدبهم ويربيهم ويأخذ على أيدي هذا ويعاتب هذا ويعاقب هذا ويمدح هذا ويظم هذا لابد من وجود المربي الذي يقوم الذي يوجه الذي يبني الذي يؤسس ولذلك كل واحد مننا لابد أن يحرص أن يكون هو ذلك الشخص الذي يربي لا يعلم فقط لا يدرس فقط خيركم من تعلم القرآن وعلمه مش حفظ انتبه انتبه ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون تعليم الكتاب تعليم القرآن مفاهيم القرآن معاني القرآن الدين الدين هو هذا التربية المقصودة نحن نتعلم القرآن ونعمل به كانوا أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام يتعلمون العشر آيات فما يتجوزونها حتى يعملون بها تربية أسلوب الأسلوب الأسلوب التربية واحد يجي مثلا النهاردة أقولك طب احنا نعمل النموذج دو خلاص احنا مش هنعمل عشرة عشرة ومش هنحفظ القرآن لا أقولك انت النهاردة ممكن تحفظ مش مشكلة ويبدأ تطبق ما بيش مشكلة تحفظ القرآن كله ويبدأ تطبق من جديد لكن المهم ان التطبيق يوصل لحياتنا المهم ان ينقلب هذه التوجيهات النبوية وهذه الآيات العظيمة تتحول إلى واقع عملي تتحول من الصطور والصدور إلى واقع عملي نحيا به يعني نريد أن نحيا بالإسلام نريد أن نعمل بالإسلام حتى نكون نماذج فريدة يتحول بنا تتحول بنا البشرية ولذلك انت تستغرب كيف ان الإسلام انتشر في بلاد الصين وبلاد أوروبا وما كانواش بيعرفوا لغة انتشر ازاي وانا بالقدوة الدين الذي كان يتحرك على الأرض كان له أثر كبير جدا في تغيير سلوك الآخرين بل وإدخال الناس في دين الله تبارك وتعالى إذن فالحرص على دعوة الناس الحرص على تربية الناس من الواجبات الهامة التي لابد أن تتوجه إليها الدعوة بأقصى إمكانيات تملكها وكان هو في الوقت نفسه يخشى على أبنائه أن يرتدوا عن دين آبائهم يعني زبطه حريصا لها تخلي التزم وهو حريص أن الأولاد يبعدوا عن مصدر النور أوعه تقابل مصعب بن عمير حذاري تقابل مصعب بن عمير وكان هو في الوقت نفسه يخشى على أبنائه أن يرتدوا عن دين آبائهم وأجدادهم وأن يتبعوا هذا الداعية مصعب بن عمير الذي استطاع في زمن قليل أن يحول كثيرا من الناس عن دينهم وأن يدخلهم في دين محمد صلى الله عليه وسلم الداعية مصعب بن عمير في وقت صوير جدا استطاع أن هو يحول عرب كبير عرب ضخم من الناس يحولهم من الكفر من عبادة الأصنام من عبادة الأوسان يحولهم إلى عبادة الله تبارك وتعالى ولذلك كان الأب يحضر يحضر الأم يقول لها خلي بالك قوعي احضري إياك حذاري الأولاد قبله مصعب بن عمير زي بالظبط ما بعض الأباء يقول لابنه قوع تروح الجامع اللي فيه السنيين ليه هيعلموك الإرهاب وهيعلموك إزاي تصلي وتحط إيدك على صدرك بقى ويقول لك اتني البنطلون ولا قصه لأ التزام ماشي بس يا رب بقني لأ وأسر قفطني لأ ما فيش لأ ما فيش اشتراط لو فيش اشتراط للدين خذوا ما أتيناكم بقوة ناس انتاخد الدين كله مش حبة حبة وحتة حتة وزي ما انت عايز لا الناس يحذرون أبناءهم من الدخول في دين الله كما يفعل عمر بن الجامع بالضبط يقول إياكي احذاري إن الأولاد يقابلوا مصعب ليه مؤثر قوي تخيل مصعب مؤثر قوي مجرد ما هتقابلوا هتتأثر هل إحنا وصلنا من درجة دعوة والتأثير إن انت تم مؤثر قوي بحيث أنك انت مجرد الناس بس ما تشوفك تتأثر بك مصعب نعمير يكونوا خايفين بس من رؤيته أوعي قبلوه أوعي كلموه ولا يعودوا معاه عارفين إن مقابلة تعني دخولهم في الإسلام مقابلة واحدة تعني دخولهم في الإسلام هذا لم يكن وحده من قوة مصعب نعمير لكن قوة إيمان مصعب هي التي جعلته كذلك قوة إيمان حاجة عظيمة جبال جبال من الإيمان سيول من الإيمان غمرت قلب مصعب ابن عمير رضي الله عنه إخلاص إخلاص كان في قلب مصعب ابن عمير إخلاص يحرك الجبال ولذلك كان الناس تقعد قدام مصعب حاجة بسودة جدا وبسلم الرجل يسلم يسمع الفاتحة يسلم يسمع كله الله أحد يسلم الأيات الصغيرة في مبناها اللي احنا بنسمعها وبنشوفها وبنقرها كل يوم الواحد منهم يسمعها ينبهر وتكون سبب في دخول الإسلام إن تأثير الداعي إلى الله عز وجل يكون قوي وعظيم إذا كان الداعي على صلة وارتباط وقوة مع ربه تبارك وتعالى طول ما الداعي على قوة في ارتباطه مع ربه عز وجل طالما قلبك معلق بربك عز وجل طالما أنك تستمد العون والتوفيق من الله سبحانه وتعالى طول ما قلبك عامر بحب الله عز وجل ورسوله صلى الله سلم يكون النصر والتوفيق والتسديد في حياتك كلها الإخلاص عصر عظيم وهام في نجاح العمل مصر بن عمير عندما كان يجلس في الحديقة وأسعد ابن زرارة يجلس بجواره فأسعد ابن زرارة يقول له هذا سيد قومه هذا سيد قومه فاصدق الله فيه يعني اللي جاي لك ده سيد قومه يعني لو أسلم ما فيش اتنينها هيتخلفه بعده هو بس يسلم والباقي كله هيسلم وراء قال له هذا سيد قومه طب ايه المطلوب ايه المطلوب عشان الراجل ده وتدخل في الإسلام قال له فاصدق الله فيه ما قالوش خليك جدع بقى ما قالوش قوله أيتين بقى متانوا لا 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 قال له فاصدق الله فيه خليك مخلص طب هم صعب مخلص قال له بس احنا عايزين درجة إخلاص أعلى عشان الراجل ده ده سيد قومه ومجرد ما يسلم هيكون الفتحة على قديم هيكون الفتحة عظيم ما فيش اتنين هيتخلفوا من قومه كلهم وراء فاصدق الله فيه شوف المحرك الأساسي المحرك الأساسي في الدعوة إلى الله عز وجل الإخلاص قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء قلوب العباد كريشة بفلا يقلبها الله عز وجل كيف يشاء تخيل قلبك انت جلت زي ريشة في صحرا وهبت عليها العاصفة ريشة ليه بتتسألف ازاي بسهولة ولا صعوبة بسهولة جدا كذلك قلوب العباد قلب العباد ما تقولش لا ده طاغية ده صعب ده مش ممكن يجي منه قلب العبد ده في إيد ربك سبحانه وتعالى مش في إيدك انت انت ما تملكهوش انت عليك الإخلاص انت تخلص قلب العبد ده سهل أول أنه تقلب وسهل أنه يتغير وتجد أن الله عز وجل يغير قلوب العباد ويحولها إلى ما يحبه الله سبحانه وتعالى ويرضاه وكان هو في الوقت نفسه يخشى على أبنائه أن يرتدوا عن دين آبائهم وأجدادهم وأن يتبعوا هذا الداعية مصعب ابن عمير الذي استطاع في زمن قليل أن يحول كثيرا من الناس عن دينهم وأن يدخلهم في دين محمد صلى الله عليه وسلم فقال لزوجته يا هند احضاري أن يلتقي أولا أولادك بهذا الرجل قل احضاري أن يلتقي أولادك بهذا الرجل يعني مصعب ابن عمير حتى نرى رأينا حتى نرى رأينا يعني غاية ما ناخد قرار فيه يا طرع احنا هنسلم ولا مش هنسلم الحمد لله وحده الصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم ثم أما بعد فقالت سمعا وطاع هو طبعا أن لها يعني يا هند احضاري أن يلتقي أولادك بهذا الرجل يعني مصعب ابن عمير حتى نرى رأينا يعني غاية ما ناخد قرار فيه تسكرنا احنا هنتبع مصعب ابن عمير ولا مش هنتبع مصعب ابن عمير طب هو سيد هاخده أي مين وهيرجع لمين وهيستشير مين لكن هو لازم يرجع طبعا للصنم بتاعه ويأخذ رأيه وعن عكرمة قال قدم مصعب ابن عمير رضي الله عنه المدينة يعلم الناس فبعث إليه عمر بن الجموح يعني مصعب ابن عمير وصل مدينة بيعلم الناس فسمع به عمر بن الجموح فبعثه قال له تعالي فبعث إليه عمر بن الجموح فقال ما هذا الذي يجئتمون إيه لأنتم قاين بي بتقولوه ماذا عندكم ما هذا الذي يجئتمون قالوا إن شئت جئناك فأسمعناك القرآن ولا ي скажут تعيزنا نجيناك نجيلك نيجي نسمعك القرآن فقال نعم يعني تعالوا فقرأ يعني رحولو فقرأ صورة يوسف يعني صدرا من صورة يوسف جزء من صورة يوسف فقال عمر إنا لنا مؤامرة إنا لنا مؤامرة يعني كلام اللي سمعه هو كلام كويس لكن لنا مؤامرة يعني لنا مؤامرة لا لسة شوية إن لنا مؤامرة هو سمع الكلام عجبه فقال نعم ولكن إن لنا مؤامرة في شرط من تفينها بحاجة إن لنا مؤامرة مشورة مؤامرة يعني مشورة مؤامرة يعني مشورة فقال إن لنا مؤامرة في قومنا يعني نحن نجد نرجع ونستشير قومنا في إن إحنا هنتبعك ولا مش هنتبعك وكان سيد بني سلمة فخرج ودخل على مناه المفترض يرجع يامل مجلس شورة ويتقابل مع قومه ويقول لهم إرأيكم ونأخذ وندي في الحوار لكن ده لفه ودخل من باب التاني على مناه ليس صرم بتاهم بخل على مناه فقال تعلم والله ما يريد القوم غيرك فهل عندك من نكير دخل بيقول له تعلم والله ما يريد القوم غيرك دول جايين على شبك انت هل عندك من نكير ها فيه كلام عايز ترد عليهم طبعا هيسمع إيه إيه لا يسمعه ولا حاجة مش يسمع حاجة طبعا منه فالمهم هو لما قال لزوجته ما تتخليش الأولاد يقابلوا مصعب ومايرى حتى نرى رأيانها فيه فقالت سمعا وطاعة قالت سمعا وطاعة هي مسلمة وحريصة على إسلامه لكن هي فهمة ان الموضوع يجي حبة حبة خطوة خطوة مش توب بقى لزوجها انت كافر انت بقيت بتعمل كذا بتعمل كذا بتعمل كذا انت عاصي انت فاسق مشويش عليه هو هيتغير هي ممكن تكون التزمت قابله فهو لسه ما انتزامش يبقى خطوة خطوة عليه لغاية ما هو يلتزم وهو يتغير لكن ضفعة واحدة ربما لا يقبل منها هذا التصرف احيانا مثلا بعض الاخوات او بعض الزوجات يكونوا عادي خالص زي النساعد تروح الجامع وتسمع الدرس فتحب وتلتزم وتبقى اخت ولزوجها لسه بقى بيشرب سجاير وبيوعد على القهوة وبتفرج على تلفزيون وليه شلة حاجات كتيرة طبعا هي بقى في البيت بقت اخت بتصلي وبتعبض ربنا وبعدين تشوف زوجها مثلا ما بيصليش تقول له انت بيصليش ليه انت كافر انت فاسق مش وكلة معاك اطبخي لا مش تضغط اعجيني لا مش عجنة اعملي لا مش عاملة وبعدين يقعد مع اصحابه ولا يخرج ما انت بيك كافر انت بيك فاسق وتفضل عليك دوت طب هو دوت هيسمع كلامها مش ممكن بقى خلاص اولا ده هي امرأة لما تقول له انت فاسق انت كافر انت مش ملتزم انت مش كذا مش كذا ولكن يحتاج الامر الى اللين والرفق اللين والرفق فاذا المرأة اولا كانت تحبه وتجله وتشفك عليه من ان يموت على الكفر يعني كانت حريصا ان هو يدخل في الاسلام فقالت سمع الوطاعة ولكن هل لك ان تسمع من ابنك معاه ما يروهي عن هذا الرجل هل تسمع الوطاعة حاضر مش تخليهم يقربوله بس ممكن تسمع ايه اللي هو سمعه فطبعا الرجل الصدم هو سمع لان اقول لك ما يسمعوه ان هو سمعه من مصعب ابن عمير فقال ويحكي وهل صبأ معاذ كفر اتبع مصعب كفر خلاص وهل صبأ معاذ عن دينه وانا لا اعلم كفر وخرج وصيب الدين وانا معرش ما عنديش علم الاسروح حتى كنت قلتولي كنت خدت رأيي في الموضوع دوت طبعا النظام نظام اوروبي اللي عايز يبقى كافر يبقى كافر عايز يبقى يهودي يبقى يهودي عايز يبقى اسرائيل يبقى اسرائيل اي حاجة اللي عايز يروح اي حتة يروح جاهلية هذه الجاهلية التي نقاش فيها بالقرن العشرين والواحد والعشرين يقولك الوانا بس عنده ستتاشر سنة خلاص يتحرر من كل القيود يروح بقى يتزوج ما يتزوجسي يغير ديانته يغير اسمه يغير لو غماء وكمان اقل من كده ده النهاردة كمان يقوله هو صغير لو اي حاجة حصلت له اي مشكلة حصلت له ابوه مثلا لو ضربه في البيت يتصل مثلا على ستتاشر الف على طول يبص يلاقي برنامج علي صوتك طلع له عايز ايه ابو يبقى يضرب ايه بيقبض على ابوه تضربوا ايه بقدموا بتقدموا ايه مش في حرية سيبوا يطلع مؤدم مؤدم مش مؤادة مش مؤادة بانتا حر هو حر خربوا الدنيا خراب خراب للدنيا والعذو بالله هذا الرجل طبعا انزعك ازاي سمع من مصعب من غير معرف هو كفر من غير معرف فقال وايحكي وهل سبع معاذ عن دينه وانا لا اعلم فطبعا الستة اشفقت رجل ممكن يكون عنده القلب عنده الضغط معيك كده امريده قيتش موجودة حتى في الجاهلية لكن لما قطرت المعاصي والذنوب اللي بنا عمت الاوبئة وعمت الامراض التي لم تكن فيها اسلافنا تتيجت تطرة الضنوب والمعاصي والعذو بالله رغم لذول كان لسه على كفر وجاهلية ما كانش عندهم الامراض اللي احنا بنعاني منها دي كلها فقال وايحكي هل صدق معاذ عن دينه وانا لا اعلم فاشفقت المرأة الصالحة على الشيخ وقالت كلا ولكنه حضر بعض مجالس هذا الداعية وحفظ شيئا مما يقوله ماذا بقى دولة مسئلة الحوام؟ بتقوله لا 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 لسه شوية متقلقش هو كل ما هناك من هو حضر بعض المجالس وكان المجالس مجالس مفتوحة فهو حضر وحفظ لان هي هتقول للابن تعالى سمعه طب تعالى سمعه ازاي لكن انت حافظ حفظت منين؟ فهي من اتبع الموضوع هو حضر وأثناء حضوره حفظ بعض الكلام اللي كان بيتقال وهذا يدل على قوة حفظهم ايضا رضي الله عنهم مجرد ما يعرض يتكلم الكلام يتسمع يتحفظ مباشرة فقالت كلا ولكنه حضر بعض مجالس هذا الداعية وحفظ شيئا مما يقوله فقال ادعوه لي خلاص هتيت فلما الموضوعه كده وهو لسه ما كفرش ويدوبك مغرد معلومات وثقافة عامة خلاص مش مشكلة نسمع منه اللي هو هيقوله فقال ادعوه الي فلما حضر بين يديه قال اسمعني شيئا مما يقوله هذا الرجل قالوا سمعني حاجة ما اللي بيقولها هذا الرجل مش عايز يكرر هو هذا الداعية هذا المصلح هذا المرشد هذا الرجل بيقول ايه سمعني بيقول ايه فقال بسم الله الرحمن الرحيم وقرأ الفتحة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد وياك نستعين ادينا الصراط المستقيم صراط الذين انا عمت عليهم غير المغروب عليهم ولا الضالي فالرجل قال ما احسن هذا الكلام كلام جميل جدا ما احسن هذا الكلام وما اجمله او كل كلامه مثل هذا كل كلام حلو كده انت بقى تحس بلذة الفتحة واقفة صغيرة بس كده انت بتحس بلذة الفتحة فيه حد تحس بلذة الفتحة فيه حد تحس بلذة الفتحة بقول الفتحة من القراء كل يوم كم مرة على الاقل كم مرة على الاقل كم مرة على الاقل 17 مرة على الاقل من غير سنن كم مرة حسيت بلذة الفاتحة كم مرة استشعرت معاني الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين كم مرة استشعرت عبوديتك لله سبحانه وتعالى كم مرة استشعرت أن أنت فقير إلى الله سبحانه وتعالى وأن الله عز وجل به العون والمدد كم مرة عشت في هذه الآيات العظيمة مع أنها يبسطة جدا ومعاذ يقولها لأبوه هي دية اللي هتفتح قلبه إهدين الصراط المستقيم الأب يسمع الكلمات والآيات مرة واحدة مش يقوله بتقول إيه؟ تلاصم؟ لا 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 بيفهم بيفهم لغة بيفهم إحنا النهاردة تسمع الآيات ما بتفهمش ليه؟ ضعف في اللغة العربية النهاردة بتتكلم بالعامية أكثر ما بتتكلم بالعربية ولا بتتكلم بالعامية ما بتفهمش كمان اللغة العربية بل ما بتفهمش آيات القرآن لا بترجع لتفسير ولا بتسمع مجالس العلماء تسمعش حاجة لكن هذا الرجل فاهم ووعى هذه الكلمات مع أنه على الكفر فقال ما أحسن هذا الكلام؟ وما أجمله؟ أو كل كلامه مثل هذا؟ طبعا أنت تقول ده خلاص هيسلم الرجل مبهور كده خلاص هيدخل في الدين فقال معاذ وأحسن من هذا معاذ مسلم وعاز يجر بقى أبو في الموضوع ده ودخله في الإسكان فقال له أحسن من كده كمان فقال وأحسن من هذا يا أبتاه يا أبتاه معينه ايه؟ منه على الكفر ما شو قل له؟ وأحسن من هذا يا كافر وأحسن من هذا يا فاسق مش كده؟ كان ممكن يقول له كده ولكن واحدة واحدة قل له وأحسن من هذا يا أبتاه كلā وديًا إن ممكن ان تزور.. كافر وسوه مريض ما هي رجأ إسلامه النبي عليهسلم النبي عليه السلام الزهري يهودي هل يقف será شيvardه اليهم ً هلا يستفيد من واحد طفل وصغير يحتضر أقام هل يستفيد بأنه؟ مفيش فايدة عائدة على الراسل مفيش فايدة قادية على الراسل incarnation عليه الصلاة والسلام ومع ذلك زار الغلام اليهود يحتضر يقول له يا غلام كلها إله إلا الله الغلام يبص الأبو اليهودي أبو يقول له أطعب القاسم فالغلام ينطق الشهدتان ويموت فيخرج النبي صلى الله عليه وسلم متهلل وجهه ويقول الحمد لله الذي أنقذه بي من النار انظر فالنبي عليه الصلاة والسلام حاليس على هداة الخلق حتى لو كان في آخر أنفاسه حتى لو كانت الدعوة مش هتستفيد منه حاجة اوه ده صغير جدا والدعوة ما سفيدت منه حاجة وغيره أبو طالب كان كبير جدا والدعوة ما كان يشترا سفيد منه حاجة لابي يحتضر ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول له يا عمي كل كلمة أحاج لك بها عند الله كلمة أحاج لك بها عند الله كان عايز منه ايه كان هتستفيد منه ايه لما يقولها كان هتخل الجنة لكن وقعيا في حياتنا ودعوتنا ما كنش سفيد حاجة مادية لكن هو الراجل كان هتستفيد تخيل لو أن أبو طالب قالها كان راح فيه راح الجنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له كلمة أحاج لك بها عند الله قل لا إله إلا الله ولكنه لم يوفق لها لكنه لم يوفق لها فالمسلم دايما حريص على الخير للناس والنفع للناس فقال الغلام وأحسن من هذا يا أبتاء فهل لك أن تبايعه على طول الغلام بيفتح سكة بقولها ده كلامه أجمل من كده كمان إيه رأيك لو بيعته إيه رأيك لو اتبعته إيه رأيك لو أسلمت معاه عايز دخله على طول في الدين فقومك جميعا قد بيعوه فالشيخ سكت الراجل إيه سكت كلام كويس كلام مقنع بس برضو هو متردد متردد ليه عايز يسأل مناه مناه اللي جايبه الوراء عايز يسأل مناه ديته للمناه عايز يسألها ويرجع لها فمتردد مش عايز ياخد قرار لسه الراجل متشدد عايز يرجع للآلهة والأصنام لسه في قلبه صنم عشان كده بنقول إن إحنا نكسر الأصنام اللي جوه الأول عشان ما يليقش حاجة يرجع لها لو كسر الصنم اللي جوه ما كانش راجع لحد لكن هو لسه حاس إن فيه صنم جوه لازم يرجع له لازم يرجع له لكن تحطيم الصنم ده يجي يرجع ما يليقش حاجة يرجع لها يرجع لربنا يرجع لله سبحانه وتعالى فقال الرجل أو سكت الشيخ قليلا ثم قال لست فاعلا حتى أستشير مناه فأنظر ما يقول قال له مش هادر لديك رأيي دلوقتي مش هادر لديك قرار دلوقتي لغاية ما استشير مناه لكن انت تحس من الحوار كده إن الحوار بدأ إيه بدأ يترطب الجو بدأ يهدى شوية بدأ ينيه للراجل بدأ ينيه قال له فيش مشكلة لكن مش هادر لديك قرار غلا ما أرجع لمناه يعني مبدأيا مفيش مانع بس لازم أرجع للصنم لازم أرجع للقوانين الوضعية وشوف تتلائم وتتناسب مع الرأي الجديد ولا لأ أشوف لا بد أن أنا أرجع فقال له الفتى الفتى حريص إن هو يدخله في الدين على طول فقال له الفتى وما عسى أن يقول مناه ممكن يقول إيه ده عقب دال في السكة ده هيعمل إيه عايز يعني عايز يشتم مناه ده فقال له وما عسى أن يقول مناه يا أبتاء وهو خشب ونصم لا يعقل ولا ينطق وهو ده كده سب الأليه بقى شاتن بقى الأليه قال له هيعمل إيه يعني ده لا بيسمع ولا بيينطق ده خشب عايز يقول له ده لوح ما زي اللوح عايز يقول له ده لوح لا بيسمع ولا بيينطق ده خشب هيعمل إيه مناه يا أبي فوق مش ينفع كده فوق خلاص أسلم مع هذا الرجل الداعية الطيب فقال الشيخ في حدة قلت لك لن أقطع أمرا دونه خلاص الحوار سخن قال له قلتلك مش هتصرف غير لما يرجع له خلاص يعني يرجع لمناء يرجع لمناء طبعا ما تشاف أنك هتيرجع يرجع مش مشكلة بقى الأمور احتدت الأصول إن الداعية ما يوصلش الحوار للحدة دي خليك أنت بقى إيه يعني نبق ولين وزيه يقوله دبلوماسي في حوارك لا تصل بالحوار إلى هذا الصدام إن يقول لك لأ قلتلك كده لا مش هعمل أو تضطر اللي قدامك أنه ياخد قرار قال لك لما استشير سيبه يستشير مش مشكلة قال لك طب لما فكر سيبه يفكر ما تقولش هيدي حاجة محتاجة لفكير يا رجل دي جنة أنت ما تفكر في إيه للكش دعوة هو ليه موازين تانية هو ليه حسابات تانية يقول لك أفكر سيبه يفكر مش مشكلة هيخسر إيه يعني يوم يومين سيبه يفكر ولعله بعد ذلك يدخل ويكون أكثر استقرارا بدل ما يبقى عنده نفرة فقال له الشيخ في حدة قلت لك لن أقطع أمرا دونه ثم قام عمر بن الجموح إلى منا دخل على طول على جوة على الأوضة اللي بيعبد فيها منا وكانوا إذا أرادوا أن يكلموا جعلوا خلفه امرأة عجوزة يضحقوا عن نفسيهم عايزين يكلموا منا ويسمعوا صوته يعملوا إيه؟ يجيبوا ستة عجوزة عندها همية سنة ولا حاجة ما بتعرفش يتجمع يعني مهنجة يحطوها وراء الصنة يحطوها وراء الصنة ويصيبوها تخرفتوا اللي تقولوا واللي تقولوا يقولوا عليه هو ده اللي أرادوا الصنة طبعا حاجة متصورين يحط واحدة عجوزة مخرفة وراء الصنة ويفضل هو يحكي لها والموضوع وفيه والقصة والحوار ويفضل يتكلم وقعدين رأيك إيه يا مناه؟ فمناه اللي ورده مرادة اللي ورده هو حدطة يتحك على مين ده؟ حاجة جاهلية الحمد لله الذي هدانا لإسلام جاهلية هو اللي عامل الصنة وهو اللي حط السد وراء الصنة يتحك على نفسه؟ يعني بيلعب استغمية؟ لا ولا ي حاطت واحدة وبيستن رداها تم ترجع نفسك إنت أوكل خلاص إيه داعي لهذا كله؟ فكانوا يدعون امرأة عجوز فتجيب عنه بما يلهمها إياه هم متخيلين أن هو بيلهمها وهي بتتكلم أصلا هو ما بيعرفش يتكلم ثم وقف أمامه أمام الصنم بقى بقامته الممدودة واعتمد على رجله الصحيحة فقد كانت الأخرى عرجاء شديدة العرج فأثنى عليه أطيب الثناء وقف قدام الصنم ممدود أكنه بحي العلم وده حرار أكنه بحي العلم وقف ممدودة وهو وانتباه بس رجله الثانية كانت عرجة مش قادر يوقف عليها فوقف على رجله واحدة وشارد نفسه شادة متينة أكنه ايه أكنه في كتيبة عسكرية ووقف بقى يثني على الايه على الصنم شو بقى ويثني انت بقى مناو ونقدرش ياخد رأي من غيرك وانت خلو البركة وانت جبال الرحمات وانت 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 يبدل تتكلم على مناو يثني عليها بما شاء ثم قاله يا مناو لا ريب انك قد علمت بان مناو يقول يا مناو لا ريب انك قد علمت بان هذا الدعية الذي وفد علينا من مكة لا يريد احدا بسوء سواك وانه انما جاء لينهانا عن عبادتك قاله اكيد انت عارف اكيد وصل لعلمك ان الدعية اللي جايك ضده ما يصدش حد غيرك طب هو يعرف من اين الآن صور ما يعرف من اين الآن صور يعني هو بيضحك على نفسه بقول له اكيد طبعا اكيد طبعا انت عرفت معلومات دي مش ما قلت استخبع عليك تانت صرا من خشب الزهل مش ما قلت من الموضوع دو اتعج عليك لا اكيد وصل لك يعني فقال يا مناه لا ريب انك قد علمت بان هذا الداعية الذي قد وفد علينا من مكة لا يريد احدا بسوء سواك وانه انما جاء لينهانا عن عبادتك يعني الدعية دا جاي عايزك انت عايز يلغيك انت ومش عايز حد يزول من هذا المكان غيرك انت وعايزنا من يعبوتكش وقد كليهت ان ابيعه شو بقى الرجل عند وفاء عند وفاء بصنمه فبقول له انا كرهت ان انا ابيعه على الرغم مما سمعته من جنيل قوله سمعته انه كلام جميل ومع كده ما رديتش اقول له اه وما رديتش ابيعه يا للغباء بقى انت عرفت ذي كلام جميل وانه خلاص وليما تتبعهوش الانسان لما يرى الحق ولا يتبعه ما اغبى هذا الانسان الذي يرى الحق امامه ظاهرا جليا ثم لا يتبعه وده يتبع قلوب تمس الله عز وجل عليها لكن القلوب التي اراد لها الله عز وجل الهداية فهي سرعان مات السنير لهذا النداء فقال وقد كريهت ان ابيعه على الرغم مما سمعته من جنيل قوله حتى استسيرك فاشر عليها قال له انا مرسح القرار غلما ارجعلك ها رأيه في الموضوع ده عايز رأيي مناه طب مناه ممكن يتكلم ممكن يقول له رأيه قل له ها رأيه في الموضوع ده فاشر عليها فلم يرد عليه مناه بشيء مردش عليه فقال اه صحيح انا عرفت لعلك غضبت اه اكيد انت تدرفزت الموضوع ده اكيد ينرفز طبعا قال له لعلك غضبت يعني سيناريو اكنه بتحك عن نفسه قال لعلك غضبت وانا لم اصنع شيء ان يؤذيك بعد قال لست مخدش اي قرار الموضوع لسه الموضوع لسه انا لسه كافر زي ما هو يعنيش حاجة يقول لك انا لم اخذ اي شيء يؤذيك فقال لعلك قد غضبت وانا لم اصنع شيء يؤذيك بعد ولكن لا بأس خلاص بزعلش سأتركك اياما حتى يسكت غضبك هسيبك شوية لغطنة تهدأ وعصبك تستريح وارجع لك مرة تانية متخيل ان الصلم اللي عمله من الخشب ده عصبه بتتحرق وقالت بقى فحمة وبعدين تبع اليوم التلاتة يرجع له تاني شوف الموضوع ايه يمكن عصبك هدد طبعا سبحان الله الواحد لما ينظر الى هذه الجاهلية وما كان عليها اهل الاوثان تجد رجل يبقى زكي جدا واهل لغة واهل علم واهل دراية ومع ذلك تبصت لا ايه بيتكلم كلام غريب مستنى الخشب رد عنه والتالي اللي حطه قطنة في ادنه والتالي اللي يعمل مش عارف ايه ايه ده كله لماذا الاعراض عن دين الله تبارك وتعالى لماذا الناس تبعد انفسها عن دين الله تبارك وتعالى هذا يقول لي يا مناء لا خلاص انا سيبك تسريح سيب عصامك فيه ده يومين تلاتة واعدين انا بارجعلك تاني نشوف اين الموضوع وكان ابناء عمر بن الجموح يعرفون ماذا تعلق ابيهم بصنم مناء طبعا اولاده عارفين انه متعلق بالصنم تعلق غير عادي وطبعا ده واضح ان كل خطوة يدخل يستأزل مناء كل حاجة يدخل يستأزل مناء مش رأي برعمل حاجة لما ارجعلك يا مناء ده صنم ويرجع له مفترض انك انت كرجل داعي ورجل من ابناء الدعوة مفترض انك انت لا تقدم على شيء يخص دينك ودعوتك الا بعد ما ترجع للكبار عندك وعلماءك ومشايخك ومن يستطيعون ان يوجهوك في امرك فالداعي لله عز وجل لا يتحرك وحده ولكن يعمل في منظومة متكاملة الكل يساعد بعضنا يساعد البعض حتى ندفع هذه العجلة وهذه الدعوة الى الامانة اذا كان هذا يرجع لصنمه حتى يستشيره انت لا ترجع الى كبير عندك او شاشة عندك او معلمك حتى تستشيره لماذا؟ بل الاولى ان ترجع الى من يعلمك ويرشيدك حتى تأخذ برأيه وتصدر عن رأيه كان ابناء عمر بن الجاموح يعرفون ماذا تعلق ابيهم بصنم مناه وكيف انه غدا في الزمني مع الزمني قطعة منه الرجل متعلق بالصنم تعلق جمد اوي لدرجة انه حتة منه بقى حتة منه مقدرش يتنازل عن صنمه ولكنهم ادركوا انه بدأت تتزعزع مكانته في قلبه خباك الملاحظات ديت الداعي لازم يكون فطل عارفين قدر مناه عند ابوهم ايه عظيم جدا لدرجة انه بقى حتة منهم بس في الايام الاخيرة ديت بدأت تتزعزع الثقة لازم انت تلقى متابع لازم تلقى متابع في صدم جامد بس بدأت شرخ يعني خلاص قرى بتكسر لو انت مش متابع ممكن تسيبه ما تكملش تقولك لا لا ما فيش فايدة لكن لو انت متابع هتعرف ان الصنم كان جامد اه لكن دلوقتي تشرخ وشوية ممكن تزق وشوية ممكن تكسر ويتشان هتتابع الدعوة حتى تصل الى هدفك ابناءه كانوا يدركون هذا المعنى ولذلك اول حاجة ادركوا انه كان الصنم له مكان عظيم وبعد كده هوت حسوا ان المكان دي بلأت تتهز بلأت الزعزع في نفس ابيهم يقول ولكنهم ادركوا انه بدأت تتزعزع مكانتهم في قلبه وان عليهم ان ينزعوه من نفسه انتزاعا بص جاء الوقت ان هم ينتزعوا من قلبه مش وهو جامد لا بعد ما تزعزع بعد ما تزعزع زي يكون واحد مثلا عز يخرع درسه درسك جامد قوي تروح تخلقه عند الدكتور تعذب نفسك ولا تستانى لما يلخلع على الاخر تروح للدكتور يشده بالبنز وخلاص ماذا كده؟ يبقى سهل انت استانى لما يتزعزع هم استانى لما الصنم تزعزع في قلب ابوهم وحسوا انه خلاص العمليه بقت سهل ممكن يتسال بسهولة عشان كده قالوا خلاص ده الوقت ان احنا لازم ننزع هذا الصنم من القلب يبقى اولا الداعي لله رضي الله لابد ان هو يحاول زعزعة هذه الاصنام في قلوب عبادها لازم يزعزع تلك الاصنام في واحد ببقى مغروم مغرم بحب البنات لازم تزعزع هذا الصنم من قلبه واحد مغرم بحب المخدرات والسجائر لازم تزعزع الصنم ده من قلبه واحد مغرم بالنظر للنساء والفواحش زعزع الصنم ده في قلبه هزه حركه بحس يبقى خلاص قابل ان هو يخلع عشان تقدر بعد كده تشيله بسهولة لكن طول ما هو لسه هذا المرض متجذر ضارب في القلب وجذور يبقى صعبك طلاعب لكن لازم يكره البنات دول ويعرف ان هم شوارع وانهما فيهم فساد وانهما يصلح وانه حرام واترضاه لامك اترضاه لاختك اترضاه لخواناتك اترضاه لعماتك لازم يتزعزع في قلبه المرض لازم تتزعزع القافة عشان تقدر بعد كده تخلعها بسهولة اما والامر والمرض مستحكم هيصعب لابد منزعزعته والداعي يتابع ده كان قلبه متعلق مثلا بفتاة لكن بدأت انت تهزها تهزها وصل لغاية اي مرحلة هل الان ممكن انزعها تماما من قلبه ولا لسه شوية ده بيحب السجاير دلوقتي ممكن انزعها ولا لسه شوية ده بيحب الاغاني دلوقتي ممكن انزعها ولا لسه شوية الداعي لله يتابع هذه المراحل حتى يدرك متى يقلع هذا المرض ويخلعه تماما من قلب المريض فاولاده رضي الله عنهم ادركوا انه بدأت تتزعزع مكانته في قلبه وان عليهم ان ينتزعوه من نفسه انتزاعا فذلك سبيله الى الايمان هو ذا طريق استقامته لو تخلع من قلبه هيستقيمه ممكن واحد يكون عبد شهوة لو الشهوة دي تخلعت من قلبه هيستقيمه يمارس عادل سيئة يفعل فواحش منكرات لو تشالد دي من قلبه هيستقيمه ويبقى كويس يبقى تحرص انك انتزعزعها وانك انت تشيلها حتى يتطهر قلبه من هذا المرض ويستطيع الاستقامة على امر الله وشرعه ما هي الخطة التي يضعها هؤلاء الابناء لخلع هذا الصلم من قلب ابيهم هذا ان شاء الله يكون حوار الاسبوع القادم ونكتفي بهذا القضل وسبحانك الله وحمدك اشهد ان لا اله لانت استغفرنا وتبو اليك والسلام عليكم ورحمة الله